أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة تنشطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 22 محافظة على مستوى الجمهورية شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة وذلك في الفترة من الرابع إلى 22 من سبتمبر الجاري وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة وتقدم خدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات التابتة إضافة إلى العيادات المتنقلة التي تقوم بتقديم الخدمة بالمناطق النائية والقرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل شكرا